اشتركوا في القناة واسيم قال الحقير ده لازم اسلمه للبوليس دي مش اول مرة يتهجم على ليلى ليلى كان هيغم عليها لكن لحقها واسيم وسندها وقعدها على الكرسي جاب نعمان ازاز برفان وفوقها وقتها اتمنى واسيم لو ياخدها في حضنه حس في الوقت ده انه جواه مشاعر لليلى بعد واسيم شوية وعمل اتصال ورجع قرب تاني وقال لهم انا اتصلت بالشرطة وهم جايين دلوقتي ياخدوا الحيوان ده واكيد هيتعمل له محضر رد نعمان وقال ده اكيد بس اتا ايه اللي رجعك تاني رد واسيم وقال له القضر شنطة ليلة اللي نسيتها في العربية ابتسم نعمان وقال فعلا القضر قطر خيرك يمكن لو مجدش كان الحيوان ده قدر يقتلني ويقزي ليلة بص واسيم لليلى وبعد شوية سمع وخبط الباب قال واسيم اكيد ده الزابط فتح واسيم ورحب الزابط اللي كان معات نين عساكر ودخل واخدوا الحقير ده وبص الزابط لنعمان اللي ايده مجروحة وقال له هنحتاج من حضرتك تعمل كشف طبي وتيجي الاسم انت او الانسة تعمله بلغ في المجرم ده رد واسيم وقال للظابط ممكن الكشف والبلغ يتأجلوا البكرة لان زي ما حضرتك شايف حالة الانسة رد الزابط وقال تمام هسناكم بكرة الصبح نكتب المحتر ابتسم واسيم وهو بيسلم على الزابط اللي خرج قال نعمان له واسيم تقدر تمشي يا ابني الوقت تأخر ومرة تانية بشكرك وانا وليلة الصبح هنروح الاسم نقدم البلاغ رد واسيم وقال تمام هفوت عليكم الساعة عشر الصبح علشان نروح سوا نقدم اقوالنا نعمان كان هيوصله للباب لكن واسيم قال له خلي حضرتك مستريح انا هقفل الباب وراي خرج واسيم وقفل الباب وراه وقف ياخد نفسه وبعدها مشي قامت ليلة وجابت علبة الاسعافات الاولية وبدأت تطهر جرح خالها وتربطه بص نعمان لليلة وقال لها الحمد لله عدت على خير بصت له ليلة وابتسمت وقالت له بس انا خايفة ادخل القضى يا خالي انا هنم هنا في الصالة ابتسم نعمان وقال لها نمي يا حبيبتي في المكان اللي رياحك بصت طميني مددت ليلة على الكنبة ودخلت في النوم بسرعة دخل نعمان جاب غطى من جوه وغطاها وابتسم وهو بيفتكر النظرات وسيم لليلة اتناهد واتمنى ان التاريخ مايعادش نفسه مع الاتنين دول نروح عند رامي ومروة في الجناح بتاعهم اللي في الصراية اتفاجت مروة لما لقيت رامي واقف قصدها شبه يا ريان اخد بالهم من نظراتها وقال لها ايه جسمي المشوه مش عاجبك ولا اتفاجئتي بلعت مروة رقها وسكتت دحك رامي وقال اتفاجئتي صح ما طلعتش مسخ ومشوه زي ما كنتي بتقولي دايما احب اقولك انا فعلا النار طلت جسمي بس ما كانش لها تأثير حروق على جسمي لاني تلعت من النار قبل ما اطلني بس جالي حالة اختناق من الدخان وده اللي خلى الكل يتوقع ان جسمي تحرق اللي تحرق يا مروة مش جسمي اللي تحرق قلبي على موت اختي وابوي وامي وتحرق قلبي تاني بعد ما رجعت عرفها ليه؟ ولاني لقيت اللي رجعت عشان هنسيتني وانا وامري منسيتها لحظة وبدل ما تفرح برجوعي قاعدت تقولي انت مسخ مشوه ويريت بس كده دي حاولت تنتحر عشان خافت تشوف المسخ ده في الضلمة يا رعب مروة قالت ليه مصدق اني حاولت انتحر قلتلك مش فاكرة ايه اللي حصل ليلتها رسم رامي ابتسامة سخرية ومزك ريموت كنترول وضغط على الظرار فصل به السرير اللي في القوضة وبقى سريرين متوسطين استغربت مروة وبصت لرامي باستغراب وتكلمت وقالت ايه ده؟ رد رامي باستعبط وقال لها قصد كيب ايه ده؟ القوضة فيها السريرين ليه؟ سرير ليه وسرير ليكي اصلا طول عمري وتعود انام على سرير اللي وحدي بصت له مروة وقالت يعني ايه تنام على سرير اللي وحدك؟ قرب رامي منها وعينيه بتبص عليها بشغف وكان بيداري الشغف ده وراب روده واتكلم وقال لها عاوزان انام جنبك على سرير واحد؟ معنديش مانا بس بالطريقة دي ممكن ردت مروة وقالت ممكن ايه؟ عاوزان انام جنبك على سرير واحد وانت لسه كسور جسمك مالتأمدش بدرجة كافية تتحمل لمساتي؟ وكمان مش خايف اخد منك اللي خليني ازهق بسرعة وفوق من نزوتي بيكي؟ اهو كل ما المدة الطول انت المستفيدة حص رامي برحشة جسمه مروة ولقى عينيها مدمعة اتجاهل دمعت عينيها وراح على السرير وقال اتفن نور انا متعود انام في الضلمة حست مروة بإهانة انها بيانت له انها عاوزها وهو اتعامل معها ببرود طفت النور باستسابت ضوء خافت وراحت على السرير التاني رامي قال ليه ما طفتيش النور كله؟ متعودة يكون في ضوء خفيف وانا نايمة عشان بخاف ابتسم رامي من غير ما يرد واقسم بينه وبين نفسه انه مش هيتقولها غير لما مره تعترف بالسنة انها بتعشق المسخ المشوه ده فقضت زينب بعد ما رفعت شلع وطلعها على قضيتها وحطها على سريرها بص براكفة على وشها اللي راح منه معالم الحياة وقال لها بلهفة زينب زينب قالت هالا بلهفة زينب زينب بنتي حبيبتي كان قلبي حاسس انها مش بخير من قبل ما تروح الفرح بس هي كابرت وقالت انها كويسة رد رفعت وقال لها انا هاخدها على المستشفى حالا لا لازم نديها الحقنة الاول وبعدين اطلب لها دكتور يجي يشوفها بسرعة بقى لاش تضيع وقت لا ندخل في غيبوبها استقرب رفعت وقال غيبوبة ايه وحقنت ايه مش وقته اكيد فيه هنا انسولين انا شايفها هنا في القوضة وسألتها وقالت لي بتاخد العلاج برغم ان رفعت ما كانش فاهم حاجة لكنه تفاجئ بهالا وهي بتعبي حقنة ومسكها جهاز اياس السكر حاولت هالا تحقن زينب لكن هي كمان ارتعشت ايديها لاحظ رفعت ارتعش ايد هالا واخد منها السرنجة وحقن زينب بص الهالة لدقائق وهي بتقيس السكر لزينب ولما خلصت اخدت نفس وقالت لسه السكر مش مظبوط اطلب دكتور بسرعة برغم ان رفعت كانشبه تايه ومش فاهم اي حاجة لكنه طلع تليفونه واتصل بالدكتور قالت هالا الغبية شكلها ما بتاخدش علاجها بانتظام مع اني كل يوم بتصل افكرها علاج ايه هي زينب عندها ايه السكر عندها السكر من وهي لسه ما كاملتش 12 سنة هي ما قلت لكش ولا ايه اتصدم رفعت وبص على زينب بقلم وخوف وكان قلبه بيتقطع هي دي الشرسة اللي دايما تشكسه نايمة زي الملايكة بوش شاحب صليتت اللسان تقعب ان ايدي وجسمها بيتراش كده دخلت محاسن ووراها الدكتور سلم رفعت على الدكتور وقامت هالا من جنب زينب قعد الدكتور وحاول يفوأ زينب اللي فتحت عينيها بتعب اول ما رفعت شافها فتحت عينيها قلبه انخلع هقال الدكتور اللي زينب بعتاب طبعا انت يعرفها سبب الله حصلك قالت هالا هي قالتلي ان السكر مش منتظم عندها بقاله فترة بس ما توقعتش انها ممكن توصل انها تدخل في غيبوبها قال الدكتور كويس انكم حقنتوها بالانسولين في الوقت المناسب لانها كانت ممكن فعلا تدخل في غيبوبها بسبب ارتفاع السكر وكمان ضغطها واطي جدا وكمان انخفاض الضغط بسبب الاجهاد هي محتاجة روحها ومواصبة على العلاج اللي هكتبه لها وهنزود جرعة الانسولين لفترة لحد ما نزبط السكر بس رفعت لي زينب وقال الدكتور اتطمن يا دكتور اكيد هناخد بالنا من راحة الدكتورة بعد كده ابتسم الدكتور وقال له يعني المدام دكتورة وزميلة غريبة كانت لازم تعرف طاقة نفسها على المون بتمنى لها الشفا بشكرك يا دكتور انت جيت في الوقت المتأخر ده رد الدكتور وقال له مفيش شكر يا رفعت بي اتمنى لها الشفا استأذننا سلام عليكم مشي رفعت ورا الدكتور يوصله وبعدها رجعتني لقودة وقال لهالة زينب نمت ايوه السكر تقريبا ابتدى يرجع لمعدل مظبوط انا ديت روشتة لحد من الحرس وهيجيب العلاج خلال دقاي بس حضرتك قلت انك لاحزت عليها التعب من قبل الفرح ايوه ولما سألتها قالت انها بتاخد العلاج بانتظام قلت لما ارجع هخليها تعمل اختبار اختبار سكر لا اختبار حامل كان عندي شك ان ممكن يكون عدم انتظام السكر بسببه بس الدكتور قال اجهاد من الشغل اتصدم رفعت ازاي ما افكرش ان ممكن زينب تكون حامل خصوصا انه فعلا بيتعامل معاها من غير اي موانع زي اللي كان بيستعملها مع غيرها ته عقله مع زينب اللي اتخطى معاها كل الحدود يا ترى كان من جواه عاوزها تحمل منه يا ترى كان مستعد للده هو كان عنده هدف تاني معقول زينب ممكن تجيب طفلي يورس منه ليوتم بدري رفعت كان عقله هيتجنن من التفكير وهو باصص عليها وهي نايمة زينب في لحظة خلت رفعت يواجه حاجات كتير اشتركوا في القناة